تقع على شواطئ بحر العرب وبعض مناطقها بلا مياه في كريتر بالعاصمة المؤقتة عدن يخوض سكان المديرية كفاحا مريرا من أجل توفير احتياجاتهم اليومية لا سيما مياه الشرب في ظل صمت الجهات الرسمية وغياب التدابير والحلول الممكنة منطقة شعب العيدروس بمديرية صيرة في عدن تعيش أزمة خانقة فحرمانهم من المياه مشكلة قديمة جديدة لكنها تفاقمت في الفترة الأخيرة وخاصة في شهر رمضان الفضيل حيث أصبحت همّا يؤرق قاطنية الأحياء الفقيرة وسكان المناطق المرتفعة المحاذية للجبال من صاروا يعتبرون المياه بالنسبة لهم أكثر من مجرد حلم كثير من الناس متضردين بشكل كبير وخصوصا المناطق المرتفعة بشكل يومي يقعبون والأشد يعني هتك بهذا الأمر أنه البيت الذي لا يوجد به من يعقولهم يضطر أن يشتري الماء شراء والدب مئتين ريال لأصحاب الحمير الذي يقعبون كثيرة هي المعاناة التي يعيشها سكان مدينة كيريتر لكن تبقى أزمة المياه الأشد وقعا لما لها من أثر مباشر على حياتهم إذ باتوا يحاولون الحصول عليها بأكثر من طريقة منها استخدام وسائل نقل قديمة كما يلجأون إلى بعض مساجد المدينة فالإحتياج للمياه ليس كباقي الأشياء المرتبطة بالحياة اليومية بيت إحنا بالشعب لأنه كثير من يطلعش المي نشي مشاريع بالشعب نصلحوا لإحنا قصب بعدين هذا الناقل الآن بالحفران تعاب على إحنا وسط هذا الواقع المؤلم يناشد المواطنون سلطة المحلية بحلول سريعة لإنهاء هذه المعاناة المستمرة منذ سنوات فالسكان باتوا ينتظرون المياه التي أضحت شبه منعدمة ويطول غيابها لمدة تتجاوز الأسبوعين وهو ما يعقد الأزمة في غياب أي مؤشرات لحلول من شأنها إيقاف أزمة المياه في كريتارو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر